الخطوة الصحيحة نحو نمط حياة صحي هي السير حفات دعوة يروج لها مؤخراً عدد متنام من الاختصاصيين وممن يمارسون رياضتي التأمل واليوغا فبرأيهم السير بقدمين حافيتين يسمح لأجسادنا بالاتصال مباشرة بالإلكترونات الموجودة في الأرض ما يسهل عبورها إلى أجسادنا هذه تسمى إلكترونات حرة وتعمل كمضادات قوية للأجساد اللافت أن الدعوة إلى التخلي عن الأحذية تلقى أصداء إيجابية في مختلف دول العالم وقد أنشأت جمعيات عدة للترويج للظاهرة مثل Earthing Institute التي تجمع على صفحتها الخاصة على الإنترنت شهادات لأشخاص تخلوا عن أحذيتهم لاحظوا تحسناً في نظام المناعة لديهم واباتوا يتمتعون بنوم أفضل ولسير بقدمين حافيتين فوائد كثيرة ومنها الحماية من الدوالي نظراً لفاعلية ضخ الدم في الأوردة الحماية من صعفة القدم وهو مرض ناتج عن الفطريات وقلة التهوئة علاج تشوهات القدم والأقدام المسطحة عند الأطفال إمداد الجسد بحيوية إضافية عبر رفع مستوى الطاقة تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز لكن وعلى الرغم من هذه الفوائد الصحية لا بد من مراعاة ظروف وشروط عدة قبل التخلي عن الأحذية لذا ينصح خبراء بالسير على الشاطئ أو في المتنزهات الخضراء أو داخل المنازل مع الإشارة إلى ضرورة من يشكو مرض السكري أو المصابين بالالتهابات أو أمراض جلدية معادية أن يكونوا أكثر حذراً في حال قرروا السير حفات ديالة أبي زيد دويهي العربية